أرين اليوم حبين ناخد رأيك بموضوع عم نشوف عم بيدوال عالسوشيال ميديا صور لعدد النجوم بموديل شعر كيرلي وفينهم عم بيل بقلوم؟ منهم لا، خبرنا اليوم كاستايلس شو رأيك بالموضوع؟ أول شي كفكرة إعادة إحياء هيدا اللوك شو رأيك فيه؟ يعني صراحة هيدا اللوك ما كنش جديد عم نشوفه نحن السنة هيدا اللوك تعودنا على هيدا اللوك الشعر مع ميريان فارس يعني عاودتنا أنه عطوه اللوك شعره الفريزير بس شي الجديد اللو عم نشوفه بركة هلأ هون هو أنه شعر أصير هالمرة شعر منه طويل يعني إن كان ريهام حجج ولا ميسليم ولا جوال ماردينيا كلهم عملوا لهيدا الشعر بالأصير فكانوا عم بيشاربوا يعملوا شي مهدوم وفكروا أنه هيدا ترندي بس أنه هيدا الشي منه ترندي بالعاكد شفنا كتير وكتير قديم اللوك وما عملوا شي جديد ليبهروا العالم فيه بما أنه عدد هلأ ثلاث أسماء نجوم هلني عم يعتمدوا هيدا اللوك مين حسيت أكتر شي نجح بهك تلالة؟ هلأ ليك بركة لأنه جوال ماردينيان أكتر عم بتميل على انفلونسينج بيبل وكيك شوي ستيلة سار انفلونسر حسيت أنه بركة هي بهيدا اللوك اللو عملته معقول العالم شوي تتبعه وتعمل هيدا اللوك بس غير هيك أنه هدوليك شفتون أنه كتير عادة أنه اللوك هيدا في عمله حالة حدا في عمله بس يكون بنهار كاجول على الظاهر دهرة عادية دنر أو شي في قدر يعملوه يعني ما أنه شي جديد تنقدر نقول أنه لبقلة ولا ما لبقلة لأنه بيلبقلة كل العالم هيدا اللوك شفنا فيه أشخاص حبوا وفيه أشخاص بنفس الوقت قالوا أنه بيّنوا أنه كانوا يشوفون بأجمل بهيك اللوكات حسون هني أبشى يعني لكن تبهى الدنيا أزواء بالنهاية والعرقة بتنقسم فيه ناس بيكونوا لأنه تعودوا على الإنسان بيلوك معين بيقولوا لأنه لأ ما لبقلة هيدا شوط بيعمل شي جديد بس بالعكس الإنسان لازم يجديد شوي فرجينا أنه فيه عمل كذا اللوكات وكل اللوكات بيل بقوله خلينا نكفي حديثة موضوع الشعر شفنا حضرتك على السوشال ميديا منزل صورتين وعم تنتقد فيهون الإعلامية ريمان جيم والممثلة كارمن لبوس وإنتقدك ممكن كان شوائسة يعني صراحة هول الصورتين عملوا العمية البوقت اللي نزلتون على السوشال ميديا عندي في كتير ناس زالوا مني وحتى يعني حسيت الناس اللي بيخصون لألوان زالوا مني أكتر نحن فكرنا أنه أنت عمدت تحط بيريوك أو شيء يعني أنت غيرت عملت فوتوشوب لا 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 أبدا هي الصورة وما فيها أنه أنا أرادي انتباهت على ريمان جيم كندا هي مقابلة على الام تي في كانت حتى البيريوك بس كانت زابطة ما بس أرجع شوف هيدا الصورة تبع ريمان جيم بنفس نهار ريمة وكارمن البيريوكات اللي حطينوا يهم بشكل كتير غلط ومش زابط أبدا هيدا شي صراحة ملي شوك وأنا بطبيعة الحال بشوف هيدا الشواز ما بقدر غير ما أحكي عنه فأبدا بيريوكات ما كانوا محطوطين بطريقة مظبوطة وكان كتير مبين أنه هولي بيريوك حطينهم فهي ري تلات تاني مرة قلت لي كونوا عم بيركبوا بيريوكات أو يعملوا حيالة شي تاني كونوا عم بينتبهوا كيف بحطوها عدمين يروحوا يحطوا لونياها أنه هلا يمكن يعتبروا أنه في قلوب مليانة أنت عم تجرب تصفي حسابات أو شيء لأنه نطلع من لقي أنه الإطلالة تبعهم كتير عادية يعني ما شفنا أنه مبين هل قد البيريوك غلط إذا هني عم جات حطينه هلا فأبي هنعم تجرب أنت تعملي مشكل معهم ولا شو لا أبدا ما في شيء بالعكس أنا بكين لون كل الاحترام بالعكس يعني ريمان جيم تاريخ وكارمل لبوس تاريخ وأنا ما عندي شيء ضدهم أبدا يعني ولا مرة أصلا شائط هل أنت واسي إنه هيدا بيريوك؟ أنا مأكد مية بالمية وإذا فيوني كازبون بليز يطلعوا يكازبون إنه هولي بيريوك لحطينهم فبالعكس أنا بكين لون كل الاحترام بس إنه ما شائط له ظروف إنه بعد نشتغل سواء مع الإيام بركب نشتغل سواء بكون عم بنتبه أنا أكتر على هول الديتال كيف لازم كانوا إذا هيدا بيريوك ما زبط ما إنت عم تقول كيف كان لازم ينحط؟ يعني بصراحة الكوافير اللي عم بيحطلون إيها البيريوك هو اللي يكون لازم ينتبه أكتر كيف بدوا يحطلون إيها أو بطريقة ما بنصورة بس عم بيكونوا عم بيتصوروا ينتبهوا كيف كانوا هني عم بيتصوروا الصور بس بغض النظر كمان البيريوك بس بدنا ما يبين في مية طريقة نحطه تما يبين إنه هيدا بيريوك هيدا شعارنا يعني أنت اليوم ما بتأيد النجمات يحطوا بيريوك دلوا على شعارهم الطبيعي برأيك؟ لا بالعكس في كتير نجمات عم بيحطوا بيريوكات وبالعالمية اكسان شعن أكتر عم بيحطوا؟ لا بالعكس عم بيحطوا هافويكز وبالنتيجة والعالم ما عم ننتقد هيدا الشي لأنه ما عم بيبين أبدا من وين ما حطوط البيريوك على رأسهم يعني حتى بسميلك ياهون بس بغير حل أمن عم لأ إذا بدك يعني إنتا سميلي مين اللي عم بيحط بيريوك ما عم بيبين؟ يعني في نجوة كرم بتحط هافويك في عندي كنانسي عجرم بتحط هافويك شي مرة انتقدنا هيدا الشي إنو هين حطيين بيريوك ومبين على رأسهم بالعكس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر